موسيقى مساء الخير أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر النهاردة حابين نبدأ مع حضراتكم بداية مختلفة شوية أكيد هنتكلم على الإجراءات اللي الدولة بتاخدها الإجراءات اللي المجتمع كله بياخدها عشان نحمي نفسنا من هذا الخطر هذا العدو اللي اسمه كورونا إحنا هنا في مصر زينا زي أي دولة في العالم بنخوض حرب مع المجهول مع هذا العدو الخفي اللي اسمه كوفيد 19 أو فيروس كورونا ولكن يبدو أن إحنا كمصر يمكن تفرضا عن باقي دول العالم بنخوض حرب مختلفة حرب مضاعفة لأنه بنحارب كورونا من ناحية وبنحارب الإرهاب والشائعات المرتبطة بالإرهاب من ناحية تاني اللي هي بتستغل أزمة كورونا عشان تحاول أنها تصطاد في الماء العكر أو مش هنقول ماء عكر إنما تستغل هذه الأزمة اللي حصلة وحالة التحدي والحرب اللي الدولة كلها بتاخدها ضد كورونا عشان تحقق مقارب سياسية للأسف وهستخدم لفظ دنيئة أو خسيسة ده اللي بتقوم به الجماعات الإرهابية في استغلال هذا المشهد وخصوصا هنا في مصر في الليام اللي فاتت وإحنا كدورنا في من مصر مع حضراتكم من أول ما بدأنا من ست شهور بنتتبع بعض الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي السوشال ميديا عشان نوري حضراتكم حاجات معينة إزاي هذه الجماعات الإرهابية بتستغل وسائل التواصل الاجتماعي عشان تحقق أهداف دنيئة وأهداف رخيصة للأسف على حسابنا على حساب صحتنا وعلى حساب حياتنا لقينا خلال الأيام اللي فاتت طبعا تباتوا في آخر شهر رمضان على خلفية كورونا والطلبات المشروعة من بعض الأطباء والخطوات اللي الدولة اتخذتها ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشفنا حتى وزيرة الصحة بتلتقي مع نقيب الأطباء وبيتم الاستجابة لكل مطالب الأطباء ومن أول يوم والدولة بتقف في ظهر الأطباء وبتساني الأطباء من أول يوم ولكن لقينا أكاونت أو حساب على تويتر على السوشال ميديا منتشر زي حسابات كتير جدا وهمية قفزت على الصفح في السوشال ميديا خلال الأسابيع اللي فاتت حساب على تويتر باسم الدكتورة حكمة محمود زي ما حضراتكم كده شايفين قدامنا على الشاشة صورة مبهمة لوحدة حتى الماسك أو القناع ولبسة نظارة وعملة كحكة في شعرها الحساب ده زي ما حضراتكم كده شايفين أنشئ هنا في مصر تحديدا في فبراير 2019 يعني بقاله حوالي سنة وأربع شهور المتابعين ليه حوالي 16 ألف ومئة شخص وكتبة صاحبة أو صاحب أو اللجنة اللي عملت هذا الحساب اللجنة الإخوانية كتبة أن هي أخصائية الطب الوقائي وحتى كتبة الوقائي غلط في مستشفى العباسية وأنها خريجة جامعة عين شمس ماجستير في علم الأمراض تحس حضرتك أو أي طبيب من اللي بيسمعونا يحس أن في حاجة غلط كده في الكلام المكتوب وأنها عموما بتتبع أو بتتابع خمس مواقع هي دي اللي هي بتتبعهم أو بتكون حريصة على متابعتهم في حين أن ليها 16 ألف متابع بتقول أن هي بتتابع أخبار وزارة الصحة والحساب الرسمي لوزارة الصحة الدكتورة هالة زايد ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر وبتتابع حساب تاني مؤخرا اسمه الدكتورة دي هي الحسابات صاحبة الحساب أو صاحب الحساب أو اللجنة اللي عملت الحساب الإخواني ده اللي هي الدكتورة حكمة محمود بيقولوا أن هم بيتابعوا على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على تويتر هتلاقوا حضراتكم اللي لفت نظرنا أن احنا نتكلم في الموضوع ده مع حضراتكم كده في بداية الحلقة أن هتلاقوا أن حكمة محمود أو حساب حكمة محمود ده ما كتبش أكتر من 37 تغريدة 37 تغريدة ده حاجة قليلة جدا 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 لأي حد بيستخدم التواصل الاجتماعي وهتلاقوا أن عندها 16 ألف شخص متابع اللي يبقى عنده 16 ألف متابع ده حد عنده رأي حد مشهور حد ليه أفكار معينة بيكتبها حد الناس بتحب أنها تتتبع أخباره أو قرأه ولكن واحد أو لجنة أو طبيبة زي ما هي بتقول كتب 37 تغريدة في سنة ونص ويتابعها 16 ألف فده الشيء الحقيقة مسير للاستفهام وكان لازم نقف عليه ودي عينة من الحاجات اللي هي نشرتها هتلاقوا حضراتكم مثلا ودي ملحوظة مهمة خلتنا نتنبه أن احنا أمام لعبة إخوانية هتلاقوا أن الحساب لما أنشئ من سنة ونص بدأت تشتغل في شهر فبراير شهر 2 2019 هتلاقوا أن أول تفاعل حقيقي بعد 3 شهور من إنشاء الحساب تحديدا في 25 مايو 2019 وكانت بتتكلم عن حاجة تخص الروهينجا يعني قبل ما تتفجر قصة كورونا في 25 زي ما قولوا حراكم كده 25 مايو 2019 بعدها في شهر 11 2019 كتب التدوينة تانية يعني ما بين التدوينتين 4 شهور يعني حد ما بيستخدمش الحساب وخدوا بالحضراتكم عنده 16 ألف متابع أنا نفسي ما عنديش الرقم ده بدأت تتكلم شوية على أمور خاصة بالدين والدنيا وما إلى ذلك وكلام كده عام ما فيش فيه أي مشكلة ثم بدأت بعد كده الأمور تتطور اختفى الحساب من سنة 2019 ظهر إمتى؟ ظهر معانا تاني يوم 25 مايو اللي فات لما بدأنا ندخل في كورونا لما بدأت يحصل بعض الكلام والوقيعة ما بين الأطباء والناس وما بين الدولة طلعت أو طلت علينا اللجنة الإخوانية دي مرة تانية اللي مسمية نفسها الدكتورة حكمة محمود ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت بتقول أنا حكمة محمود أخصائية الطب الوقائي في مستشفى العباسية والله الناس بتموت اعملوا حاجة أجهزة تنفس صناعي عالم الحق الناس فقد السيطرة على الوضع والإسعافات أو الإسعاف ما بقتش بتجيب ناس الدكتورة بتنط من على الصور وبتهرب الدكتورة إيه اللي بينطه من على الصور؟ شوفوا حضراتكم بدأنا هنا ندخل فيه اللعب على هذا الوطر يحاولوا يصدروا اليأس والتخويف للناس اللي بتتابع هذا الحساب برضو في نفس اليوم كتبت إحنا بنموت في مستشفى العباسية قادي عينة من الحاجات اللي هي بدأت يوم 25 مايو اللي فات من أيام قليلة من يعني أسبوع تقريبا بدأت تلعب عليها بعد ما الحساب قعد تقريبا مقفول سنة كاملة ما عملش غير تدونتين اتنين بس في خلال السنة وعنده 16 ألف متابع أي واحد بيتعامل مع السوشال ميديا على طول هيفهم إن دي لجنة بتبقى كامنة مستخبية عشان يطلعوها الإخوان في وقت معين ويبتدوا يلعبوا عليها أو من خلالها يبسوا لحضراتكم أخبار مغلوطة أو إفك وكذب على طريقتهم هتلاقوا بعديها كذبة برضو بعدها في نفس اليوم تقريبا عفوا تاني يوم يوم 26 مايو نشرت حاجة لمكملين زي ما حضركم كده شايفين نشرة فيديو بتدعي فيه إن الأطباء بيهربوا في مستشفى حميات أو من مستشفى حميات ببابة وإن الأمن موجود وكلام من هذا القبيل دي نشرةه من قناة مكملين الإرهابية وطبعا بتتكلم بتقول إنها هيقولوا أو يتهمون إن إحنا إخوان لكن واضح إن أنت الإخوان مش كل الناس إخوان أنت تحديداً أو أنت يا دكتورة حكمة مش عارفين كونيتك لكن الحقيقة المؤكد إن أنت مش دكتورة حكمة وإنت أساساً مش دكتورة إيه اللي بيخالينا نقول ده؟ لإن المفاجأة هي اللي جاية اللي إحنا حابين نوريها لحضراتكم اللي مسميها نفسها حكمة أو الدكتورة حكمة واللي حط الصورة اللي حضراتكم شفتوها ما هياش حكمة ما هياش دكتورة ومال مين ده؟ اللي عنده 16 ألف متابع ومن خلال حسابه على تويتر بيبس هذه السموم وإحنا للأسف جزء كبير مننا ما يعرفش تقنيات السوشال ميديا وبيخيل عليه هذا الأمر وبيصدق هذا الكلام وبيبتدي يردده أو ينشره من غير ما يتأكد هنلاقي المفاجأة المفاجأة اللي هم حاولوا غيروا الاسم لكن ما قدروش يغيروا زي ما بيقولوا كده الاسم الأساسي اللي مأسس هذا الحساب اكتشفناه بالزبط في التدوينة أول تدوينة عملوها أول تغريدة يوم 15 مايو 2019 أول نشاط للحساب هتلاقوا حضراتكم دلوقتي في حد بيرد على هذه التدوينة اللي قدام حضراتكم اللي بتقول فيها هذا حلنا اللهم ملطف ورحمتك بنا اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل اليوم العالمي لدعم الروهينجا ده كان في 2019 راضد عليها تحت خالص في أسفل الصورة حساب اسمه توديي بيرد عليها بس بيرد على مين بقى؟ هي دي المفاجة ما بيردش على الدكتورة حكمة ده بيرد على مين؟ بيرد على عبدالله مرسي العياط عبدالله محمد مرسي العياط غيروا اسم الأكاونت من عبدالله مرسي العياط خلوه الدكتورة حكمة يعني الحساب بتاع الدكتورة حكمة ده مش دكتورة ومش حكمة ده مين يا جماعة؟ ده اسمه حساب خاص بعبدالله مرسي ودي أمام حضراتكم يوم 25 فبراير 25 مايو 2015 مايو عفوا 2019 ده في أول تدوينة لي بيرد علي حد اسمه بيرد على مين؟ مش على حكمة بيرد على عبدالله مرسي وبالتالي انكشف هذا الملعوب قلنا ندور كده على الحساب ونكتب على تويتر عبدالله مرسي هيطلع ايه؟ طلع اللي قدام حضراتكم دلوقتي هو ده أصل الحساب هو ده الحساب الأساسي قبل ما لعبوا فيه وغيروا اسمه لعبدالله حكمة ظاهر أمام حضراتكم تحت اسم عائلة الرئيس آت عبدالله مرسي دخل تويتر في فبراير 2019 أو أنشئ الحساب في فبراير 2019 عنده 8000 تقريباً 8000 متابع وده حساب خاص لعبدالله مرسي مش إطلاقاً الدكتورة حكمة زي ما كانوا بيقولوا وده قدام حضراتكم لكن لما غيرت بقى الحساب من عبدالله مرسي اللي كان عامي عنده 8000 متابع ده أنشئ من أجل أو لحساب ابن محمد مرسي العياط غيروا الاسم وانتظروا التعليمات لغاية ما جات التعليمات وقعدوا مستخبين سنة جات التعليمات مع أزمة كورونا مع محاولة الوقيعة ما بين الأطباء وما بين الدولة وما بين الشعب رجعوا تاني في شهر مايو من حوالي 8 أيام تقريباً 25 و 26 مايو عشان يبسوا صمومهم من خلال التغريدات اللي إحنا هنشوفها ودخلت مع حضراتكم هذه الشخصية المدعية باسم جديد اسمه حكمة أو الدكتورة حكمة محمود طيب حاولنا إن إحنا من خلال الصور المحطوطة في الأكاونت ده نشوف الأكاونت بيتغير إزاي لقينا إن الأعداد بتزيد لقينا إن هو كتبت 21 تغريدة في يومين 2 بس على مدى 48 ساعة اللي فاته كتبوا حوالي 21 تغريدة من 37 تغريدة لـ 58 تغريدة والمتابعين زادوا في يومين زادوا حوالي ألف متابع لهذا الحساب اللي أنشأته لجنة إخوانية وغيروا الصورة بدل ما كانت صورة لدكتورة لابسة موسك أو لابسة كمامة غيروا الصورة بقت وحدة محجبة ولابسة كمامة شوفوا حضراتكم اللعبة بيحاولوا إنهم يغيروا قال يعني الصورة دي هتبقى فيها أكثر مصداقية بدل وحدة كانت بشعرها الصورة الأولانية ولابسة نظارة غيروا الصورة المستخدمة وحطوا صورة وحدة ولابسة الكمامة دورنا على الصورة الأولانية صورة الدكتورة الأولانية بعد ما اكتشفنا إن الحساب ده خاص بلجنة إخوانية تدعم عبدالله مرسي فجئنا أن دي الصورة اللي كانت حطاها أو مستخدمها إنها صورة شخصية لها ما طلعتش صورة شخصية لها دي صورة موجودة على أكتر من 20 حساب موجودة على تويتر زي ما حضراتكم كده شايفين هذا الشكل وكمان دخلت غيرت الصورة كتبت صورة تانية حضراتكم هتشوفوها اللي هي بالحجاب الأخضر وحطة برضو المسك وحساب اسمه ظهور الخريف ثلاثة هي دي الصورة اللي هم سرقين الصورة من هذا الموقع ومستخدمينها بهذا الشكل سبحان الله نفس برضو الحساب معمول في نفس التوقيت اللي اتعامل فيه أكاونت ما يسمى بالدكتورة حكمة اللي هو في الأساس حساب معمول لعبدالله محمد مرسي العياط بلد المنشأ بتاعت هذا الأكاونت قدام حضراتكم ليبيا وكتبين ليبيا تحب تركيا وكتبين طبعا جنبيها علامة النصر ده قدام حضراتكم نموذج واضح وصريح لشغل الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي عشان ياريت إن إحنا قبل ما نصدق أي حاجة مكتوبة على السوشال ميديا أنا متأكد إن جزء كبير مننا ما كونش هو مش متخصص مش هيقدر يكتشف هذه الألعاب وهذا الزيب بسهولة ولكن إحنا بنحاول بنحاول على قد ما بنقدر إن إحنا نبين لحضراتكم هذه النمازج ما يسمى تاني ما يسمى بحساب الدكتورة حكمة على وسائل التواصل الاجتماعي ده مش دكتورة ومش حكمة وممالهاش علاقة بالأطباء في مصر ودي لجنة إخوانية منشأة أساساً بحساب عبدالله محمد مرسي العياد وبتحاول إن هي تدسل سمومها وتوقع ما بين الأطباء وتستغل هذه الأزمة أزمة كورونا للوقيعة ما بين الأطباء وما بين الدولة المصرية وما بين الشعب المصري خصوصاً إن ما فيش أي حاجة من الممكن إنها تكون بتستخبى حضراتكم بتتابعوا من أول يوم الأرقام بتعلم بشكل فوري وما فيش أي حاجة بتستخبى لدرجة حبينا بس إن إحنا نحط قدام حضراتكم هذا النموذج الصارخ والفاضح لاستخدام السوشيال ميديا في التدليس على الناس وللأسف اللعب بي عواطفنا في هذا الظرف الصعب وفي هذه الحرب اللي إحنا بنواجهها ضد المجهول أو ضد الخطر اللي اسمه كورونا في أخبار بتحصل في حاجات كتير موجودة على الأرض بدلقائها لحضراتكم بكل شفافية الدولة مثلاً النهاردة الفيديو كونفرنس أو المؤتمر اللي كان عامله دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تم طرح فيه كل الأرقام بمنتهى الشفافية يعني النهاردة وزير التعليم العالي بنفسه بيقول ممكن نوصل لمئة ألف حالة نحن نهاردة نحن 26 وقصور بعد الأعداد النهاردة النهاردة فيه 1399 حالة اصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة تقريباً وزير التعليم العالي النهاردة بيقول ممكن نوصل لمئة ألف حالة كورونا وكمان ممكن نوصل لمليون ممكن نوصل لمئة ألف اصابة بكورونا أو نوصل لمليون اصابة بكورونا الأمر معتمد علينا إحنا على وعينا إحنا على اعتنقنا بنفسنا وعلى مسألة ارتداء الكمامة وزير التعليم العالي بيتوقع أن احنا على يوم 4 أو 5 في الشهر يعني في خلال 3 أو 4 أيام ممكن نوصل لـ 30 ألف حالة إصابة اللي هم احنا 26 ممكن خلال اليومين 3 الجايين نوصل لـ 30 ألف ممكن بمعدل برضو 1,300 أو 1,500 إصابة في اليوم كمان مش مستبعد أن احنا نسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا من يوم 10 ليوم 13 في الشهر رئيس الوزراء نفسه النهاردة بيقول أن احنا دخلين على أسبوعين صعبين ومتوقع أن احنا نسجل أرقام عليها تعالوا نشوف النهاردة وزير التعليم العالي قال إيه ونرجع نكمل تاني نقاط مهمة جدا في تغطيتنا في حلقاتنا النهاردة أرقام صادمة نعم فعدد إصابة كورونا الفعلي في مصر ليس 25 ألفا منها نحو ألف وفاة حسب المعلن بل تتجاوز 117 ألف إصابة وأكثر من 6000 وفاة في أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار الفيروس مجازا هناك احتمالية للأصول لمليون إصابة بكوفيد-19 في مصر جاء ذلك خلال مقطع مصور لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي حضراتكم شايفينه دي الخريطة الأفريقية بتقول أن مصر عدد الأبحاث السريرية اللي تمت خلال من أول رصدنا لموضوع كوفيد-19 لحد الوقت خمسين بحث مقارنة بـ 64 بحث على مستوى القارة أفريقيا كلها المرجح انتصل أرقام الإصابات الرسمية إلى 30 ألفا خلال يومي الرابع والخامس من يونيو الجاري ثم 40 ألفا بين يومي العاشر والثالث عشر من أشهر ذاته هذا ما عرج عليه وزير التعليم العالي لو احنا بنتكلم على مايل ستونز جديدة يبقى لازم نفكر أن النهاردة 31 مايو أو على أقصى تخدير بكرة بس أكيد إن شاء الله توقعاتنا ممكن تبقى قريبة أن نصل إلى 25 ألف حالة النهاردة وممكن نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 ستة ومش مستبعد أننا أصل إلى 40 ألف حالة من يوم عاشرة ليوم 13 ستة طيب إحنا بنينا التوقع ده على أي بناء تاني بنينا التوقع ده بناء على تسلسل الأرقام وانتظام الأرقام اللي بتبلغ من وزارة الصحة بشكل دوري أعداد الإصابات المسجلة في مصر حاليا تمثل 20% من الواقع ومعدل نمو انتشار الفيروس ارتفع إلى 5.5% إلى 6.5% هي نسبة متغيرة ومهمة في تحديد فرضيات قياس الأعداد في النهاية إن إحنا بنقول برضو لازلنا في حدود 1.4 أو 1.38 يعني يعني معناه على طول إن إحنا مقارنة المعدل انتشار التراكمي ومعدل انتشار اليومي البيزيك لازلنا ما قصرناش الواحد وده مستهدف دايما إن إحنا نبص عليه وإحنا بنعمل الدراسات بتاعته التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا وتزايد الأعداد لم يعد رفاهية إن لم تتبع إرشادات السلامة فالأعداد كما صرح وزير التعليم العالي بأنها ربما قد تصل لمليون إصابة وربما تزيد في الأيام المقبلة لا نقول في النهاية سوى احذر من كورونا فلا يفرق بين شخص وآخر من مصر محمد عبد العالم النهاردة اجتماع سيد رئيس مجلس الوزراء مع سيد المحافظين اجتماع مهم جدا جي فيه كلام غاية في الأهمية لازم هنتطرق إليه مع سيد المستشار بنهادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء اللي بوجه لكل التحية والتقدير مساء الخير يا فنان مساء الخير يا سيد عامل تحياتي لحضرتك أهلا وسهلا بحرية المتشار واجتماع النهاردة يعني أنا كقارئ لهذا البيان اللي صدر عنه يبدو أن هناك تكلفات بكل حسم وكل قوة الآن ولا تهون إطلاقا في تنفيذ التكلفات المتعلقة بمتابعة المستشفيات متابعة الأقم الطبية توفر المستلزمات ومتابعة المحافظين على مدار اليوم للعمل في المستشفيات مش كده يا فنان بكل تأكيد طبعا لأن الوقت لا يحتمل أي تهون نحن نواجه أزمة الأزمة دي أزمة عالمية واجهت كل الدول وشفنا أنظمة صحية لكبرات الدول انهارت على واقع هذه الأزمة الحمد لله نحن حتى الآن نواجه هذه الأزمة بقدر كبير جدا من السعادية والكتاءة لكن دعنا نعترف أنه لا يزال هناك هامش للتحسين ومن خلال تكلفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم نعمل على هذا الهامش يعني يوجه تكلفات يعني حازمة للمحافظين أنهما يتابعوا من خلال لجان تفتيشية على المستشفيات المخصصة للعزل والفرق في مرضى كورونا للتأكد من عدة أشياء أول حاجة تأكد من المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج وقايا للأطباء متوفرة وإذا كان هناك أي نقص يتم إبلاغ رئيس الوزراء على الخوف التأكد من أن الأطقم الطبية تذهب لعملها دون أي طبعا نحن نوجهلون كلهم الشكر والتحية طبعا لكن مثل كل وظيفة هناك بعض لحظنا في الفترة الماضية البعض يعني لم يلتزم بالشكل الكافي فتوجهات رئيس الوزراء اليوم يعني ضرورة قيام المحافظين بهذه هذا النوع من المتابعة الشيء الآخر أيضا اللي المحافظين حيعملوا عليه بعض المحافظات بدأت بالفعل وأعلنت عن ذلك اللي هو الرقم الساخن المخصص لإبلاغ عن شكاوى كورونا والاستفسارات الحصة كان عندنا طبعا وما زال الرقم 105 لكن الضغط على هذا رقم كبير جدا من هنا ورايا حيكون فيه رقم ساخن لكل محافظة على حدة لتخفيف الضغط عن الرقم اللي هو 105 دي أبرز التكلفات اللي موجهة للمحافظين اليوم اللي احنا نأمل إن شاء الله على الفترة اللي جاية تؤتي طب سادة المشار بالنسبة للخط الساخن كل محافظة هيبقى لها خط ساخن زي ما عرفنا ولكن في حال لو الخط الساخن بتاع المحافظة لم يستجيب أنا كمواطن أعمل إيه خصوصاً إن في بعض الناس لا أخفي حرك سراً يعني أحد زملائنا هنا مراسل البرنامج محمد خالد 48 ساعة اللي فاته للأسف لم يتمكن من إدخال جدته المستشفى وتوفد مثلاً يعني ونحن نكلم حضراتكم بمنتهى الشفافية في هذه الحالة أنا كمواطن أروح فين الجألمين طبعاً أنا أشكرك على هذه الشفافية هذه الشفافية مطلوبة ونحن نرحب بها بدون شفافية مش هنقدر نحل أو نواجه الأخطاء في أرض الواقع لو الرقم الساخن المخصص المحافظة لا يعمل ومش لا يعمل هو يعمل لكن لم تستطع من تستطع بالضغط إنك تستطع إليه لذلك لدينا الرقم الأساسي اللي هو 105 ولدينا أيضاً منظومة الشكاوى الحكومية تلقى تكلفات أيضاً من رئيس الوزراء بأنها تظل تعمل على موضوع استقبال شكاوى كورونا منظومة أيضاً تتلقى هذه الشكاوى لدينا تطبيق صحة مصر تطبيق الجديد اللي وزارة أعلنت عنه ومن خلال بياناتك اللي هي كلها بيانات سرية لا أحد يعلم عنها شيء تستطيع أيضاً أن ترسل رسالة بعد أن تسجل بياناتك بياناتك استغاثة لهم أن بداية حالة كورونا وتدخل رقم تليفونك وهم أيضاً يتصلوا كل هذه الوسائل نعمل يعني برضو الضغط على كل هذه الوسائل كبير جداً علشان كده بنحاول ننوعها قدر الإنسان سيد المستشار النهاردة سيد رسماكس الوزراء بيأكد على أن المحافظين يتأكدوا من إن المسلزمات الموجودة في المستشفيات مش بس أنها تكون متوفرة في المخازن وأيضاً هل في تخوف؟ بلاش تخوف يعني نقدر نقول إن في كل المستلزمات أو كل ما يحتاجه القطاع الطبي في مصر الآن وإحنا بنتكلم متوفر لدى المستشفيات ولدى الأطقم الطبية في المستشفيات؟ سألينا أقول له حزيزة كل اجتماعات المجموعة الطبية اللي برياسة رئيس الوزراء عن أزمة كورونا يكون متواجداً فيها رئيس هيئة الإمداد الطبي اللي هي مسؤولة عن تزويد كل مستشفيات مصر وكيدات الدائمة لعلى رئيس الوزراء على توفر هذه المستلزمات بكميات كافية لا تقل عن أسبوعين في كل محافظة أو في كل مستشفى يعني لديهم احتياط من هذه المستلزمات لا تقل عن أسبوعين لكن لاحظنا أنه بسبب البيروقراطية أحياناً تكون هذه المستلزمات موجودة بالفعل لدى مخازن المستشفى لكنها لم تسلم إلى الأطقم الطبية هذا طبعاً شيء رئيس الوزراء يعني أبدأ اندعاجه الشديد وأوجه بعلاج ذلك من خلال اللجان إذا حتكون مسؤولة اللجان المحافظين حيوصلوها ويفابعوها مسؤولة إنها تتأكد إن هذه المستلزمات بيتم استخدامها لكن بالضبط يتم توزيعها على الأطقم الطبية ويتم استخدامها طيب هل بالتالي استمشار إن فيه نقدر نقول جهزية وفيه تنبه ويقظة شديدة عشان الأسبوعين اللي جايين لسدرس مكسو الوزر بيتوقع زيادة الإصابات فيهم يكون إن شاء الله فيه خروج آمن لينا جميعا من الأسبوعين القادمين إحنا توقعنا هذين الأسبوعين وتوقعنا الأرقام الحالية علشان كده قبل العيد اللي هو يوم الخميس اللي سابق على عيد الفطر أدخلنا 320 مستشفى جديدة تعمل كمستشفيات فرز وعادل وجري إسكان مزيد أيضا من المستشفيات ليه دخلناهم علشان نخصف الضغط عن المستشفيات العزل الحالية وتوقعا لهذه الأرقام طبعا دخول هذه المستشفيات حل أزمة كبيرة خفت الضغط خاصة أن المستشفيات المجموعة الأولى من المستشفيات اللي كانت بتعمل بالفعل في العزل وصل نسبة الإجرال فيها 25 مائة فلو كان وصلت هذه النسبة وإحنا ما دخلناش إلى 320 مستشفى كنا سنبقى في أزمة حفظة الحمد لله إجراءات الحكومة كلها استباقية أن نتحسب بشدة للمجموعين والقادمين بكل تأكيد علشان كده التوجهات للمحافظين ضرورة الإبلاغ وفتح خط ساخن مع رئيس الوزراء مباشرة أي نقص في المستلزمات حاجة لتزويد بعض المستشفيات لمزيد من العزل المتطبية أو ما شابه يتم على فور إبلاغ رئيس الوزراء لأن المسجوعين الخاطبين سيكونوا حاجبين في هذا الأمر إن شاء الله يعدوا على خير بإذن الله فان بشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادت المتشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء وبما أننا بنتكلم على الخط الساخن لتلقي الاسفسرات أو للإبلاغ عن حالات الكورونا وكمان تطبيق صحة مصر والحمد لله إحنا هنا في هذا البرنامج كان لنا سبق من شهرين تقريبا إن إحنا فتحنا هذا الأمر وجبنا لحضراتكم التطبيق وشرحناه مع حضراتكم على الهوى في وجود المهانس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والحقيقة هذا الرجل المتميز العبقري في مجاله واللي كان يدور كبير في منظومة 100 مليون صحة ووضع هذا الإطار التكنولوجي اللي نقدر من خلاله نعمل قاعدة بيانات كان دايما مشكلة إن إحنا ما عندناش قاعدة بيانات لكن دلوقتي الحمد لله مع المهانس أيسم ورجالته اللي عاملين في قطاع تكنولوجيا أو بالنسبة لي الخط الساخن مهانس أيسم سأل خير يا فن مسأل نور أستاذ عمر وأنا برحب حضرتك وبصدر المشاهدين وبشكرك جدا عن مقدمة اللي أنا مستحقها لا بالعاكس يا فن إحنا يعني ده أقل شيء إحنا أنا مش بجامل حضرتك ولكن إحنا عشنا مع حضرتك تطبيق 100 مليون صحة وتتبع الخاص بالحالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة به كمان إحنا نقشنا محرك من شهرين في شهر أبريل التطبيق الخاص بصحة مصر استعرضنا واستعرضنا كل الملفات الموجودة فيه ولكن أنا عرفت أن فيه تحديثات جديدة فأرجو إطلاع أصدر المشاهدين على التحديثات الخاصة بتطبيق صحة مصر واللي بنرجوهم لو سمحتم نزلوا هذا التطبيق على تلفناتكم المحبولة فاضري فن ولاي فن إحنا فعلا أطلقنا تحديث من حوالي أربع أيام التحديث ده فيه وزقتين من أهم الوظائف اللي المواطن المحتاجة خاصة في ظل خطة التعايش الجديدة اللي الدولة أقرتها أول وظيفة هو عايز يعرف دلوقتي فين المستشفات اللي قدر روح لها اللي هو كات حماته الصدر يعني كان معاه الوزيرة والجهة أنه يتم ضخ أكثر من 320 مستشفى إضافية كمان فبعا 367 مستشفى بتقدم الفرز والكشف على حالات كورونا لو الحالة بسيطة وأعراض بسيطة فبيتدولوا شمطة الدواء وبيروح عزل منزلي في المنزل لو الحالة متوسطة بيتحجز في نفس المستشفى وبيأخذ الأعلاج هناك ولو الحالة كانت متأخرة شوية أو متقدمة بيتم عزلها في مستشفى عزل مخصصة لذلك طيب إحنا قدامنا على الهواء دلوقتي التطبيق باشمونس أيسم إحنا عملنا التطبيق إن إحنا في الجيزة فبدأ يظهر لنا أقرب المستشفيات الموجودة إلينا اللي أنا ممكن أتوجه لها لو أنا عندي شكوى أو اشتباه صحيح صحيح فإن بالضبط هي الفكرة في إنه إحنا منطلع المستشفيات على شكلين شكل قيمة هتلاقي فيها اسم مستشفى وعنوانها وتليفونها وشكل خريطة الخريطة دي هتطلب من حالك يقول لك افتح الوكيشن بتاعك عندما تفتح الوكيشن سيشوف الوكيشن متى حضرك فين ويجيب لك فين أقرب خمس مستشفيات تقدر تروح لهم لو دوست على أي مستشفى منهم أول ما حتدوس عليه هيروح نتعلق لك اضغط هنا فلما تضغط هيحولك على جوجل مابس وساعتها هيرسم لك الطريق للمستشفى يقول لك خش يمين في شمال لغاية لما تلاقي المستشفى في الشمال يعني معنى كده إن أنا لو رحت للمستشفى لو أنا دلوقتي أظهر لي الأماكن ولقيت مثلا من بينها مستشفى الشيخ زاد المركزي أو أم المصريين فلو ضغطت عليها يبقى أنا معنى كده بشوانس آيسم إن أنا لي مكان هروح ألاقي مكان ولا هروح مش عارف إذا كنت هلاقي مكان ولا لا موضوع الـ والأماكن ده طبعا بيبقى خاضع لأنك هتروح إمتى وهكذا يعني فبالتاني معلومة مش هتبقى دقيقة قوي لو أنا أظهرتها لك على التطبيق وهك روحت توجه لها بسرعة زائد حكاية مكان دي ده لو أنت هتتعزل في المستشفى صحيح إنما أصلا أنت ممكن تكون حالتك بسيطة ولا تستدعي العزل في المستشفى وإنما أنك تاخد شنطة الأدوية وبروتوكول للعلاج وإرشادات العلاج تتعامل معها زائدها تروح عزل منزلي في البيت وما تحتاجش أصلا أنك تعمل إقامة في المستشفى عشان كده أنا مش قادر تطلع له لأنه ممكن أن الحالته مش محتاجة أصلا بس على الأقل خالص أن الحركة هتقول لي أن دي المستشفيات اللي أنت ممكن تروح لها لو أنت مشتبه في حالتك أو حد معاك أنه عنده كورونا فدع على الأقل خالص أفضل طريقك هتدليني أروح فين بالضبط كده خاصة كمان أنه طريقة ديناميك شوية يعني إحنا بكرة مثلا زودنا عشر مستشفيات فحفظه لا أقول للناس يا جماعة زياد وعشر مشفادي لا لا أسهم أن أزل على التطبيق أوتوماتيك أنت لما هتدخل هتلاقي المستشفادي الجديدة ظهرت أوتوماتيك حقيقي مظبوط هتظهر لي وقدر بالتالي أن أنا أتوجه لهذه المستشفى طيب هل في أشياء أخرى تانية مثلا في حالة الاشتباه ممكن يكون عندي سؤال أنا جربت محرك قبل كده كول سنتر وجربنا مع بعض التطبيق هل أننا لو عايز أبلغ عن حالتي هل يكفي أن أنا أكتب أن أنا على التطبيق أبلغ أن أنا مشتبه في إصابتي أو إصابة أحد أفراد أسرتي بكورونا وبالتالي تطبيق يقدر يتفاعل بزرطة يا فنان في الشاشة اللي حنا كنا نشحناها قبل كده هي الإبلاغ اللي من خلالها بيسألك مجموعة من الأسئلة عشان يسمى في حالتك وغنايا عليه يبلغ عن حالتك لغرفة العمليات وغرفة العمليات تتواصل محاك بالتريفون فبالتالي الوظيفة دي لسه موجودة بس أضافنا وظيفة جديدة برضو كانت مهمة للناس خلال فترة دراستنا الفترة اللي فاتت درسنا ايه أكثر حاجات الناس بحتاجها وزودناها عندنا في تطبيق التانية هي متابعة اليومية متابعة اليومية دي مهمة جدا عشان لو انت في عزل منزلي احنا محتاجين لتابعك عشان نكلمك في التريفون ونعرف حالتك الصحية ونعرف مؤشراتك وعراضك ايه عشان نعمل ده مع الاف المواطنين حيبقى مشكلة كبيرة فبقيت عامل على الابليكيشن شاشة تدوس عليها وتختار من العراض اللي قدامك ايه العراض اللي عندك النهاردة اول ما تدوس سيف الكلام ده بيسمى عندنا احنا اوتوماتيك وبالتالي بيتم التعامل معها بشوانس ايسم يعني بشكل فوري انا ممكن ما فيش ثقة انا ممكن صحيح هيا الفكرة ان النتائج دي كلها بتظهر يعني مربوطة عشان تظهر في غرفة العمليات ومن خلالها بنتبع حالة الناس لما بنلاقي حد حالته بتتدهور نتلي بقى نتواصل معايا بشكل او باخر عشان نلحق ولو الحالة مستقرة او بتتحسن فده ذاته شيء كويس برضو كمان من خلال بقى لما كل الناس تبقى بتتدخل المتابعة اليومية بتاعتها نبقى احنا قادرين نقيم بروتوكول العلاج اللي ماشيينهم عليه في العزل المنزلي مظبوط فاهم عاجز دي فده بالتالي مصدر معلومات مهمة في نسبالنا عشان نقيم بروتوكول العلاج ونبقى بنحسن فيه بشكل او باخر ونعرف نتائج طبعا ممكن ساد المشاهد الكريم يسأل حضرتك طب يا بشوانس ايسم انتو دلوقتي بتقدموا هذه الخدمة لكام مئة الف او كام مليون مواطن في مصر والله يفنم اللي نزل التطبيق حتى تأذير لحظة يقرب بين مليون ومتين الف مواطن نباري حكولنا تقريبا مليون النهاردة بين مليون ومتين الف مواطن يعني المتين الف مواطن من خلال اخر 24 ساعة بدأوا يستخدموا التطبيق بالضبط كده فن المتين الف مواطن اضافي اتمنى ان كل الناس نزل التطبيق احنا من ترجة عشرة مليون مواطن على اعتبار هيقدر على الان هو يخدم أسرته طيب الشقة التاني الكول سنتر وانا كنت مع حضرتك هنا من شهرين واشهد الله ان هذا الاجراء او هذه المكالمة للكول سنتر لم تكن مرتبة وانحنا على الهواء والمهانس ايسم صلح كما على التليفون وبدأنا نتصل بالخط الساخن وردوا علينا في اقل من دقيقة وبدأ التعامل زي ما كانت المكالمة على الهواء ايه الجديد يا فن النهاردة بدأنا نسمع عن توجيهات للمحافظات انه كل محافظة يبقى فيها الكول سنتر هل انتم ليكم تواصل بالكول سنتر تحت المحافظات على القل عشان نحتفظ بنفس المستوى الجودة في تقديم الخدمة بالزبط يا فن الم هو طبعا كان فيه تكليف من دول السيد رئيس الوزراء وتوجيه من معالي الوزيرة انه نعمل غرف عمليات مركزية في كل محافظة كل محافظة يبقى عندها غرف العمليات المركزية كانت لسه معالي الوزيرة بتوجيهنا مبارح بالجزئية دي ويكون لها رقم تبقى الناس اللي في محافظة سهال بتتصل عليه او تبقى بتتصل على 105 واحنا نحول 105 اوتوماتيك يحول على غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة اللي هو بيتصل من بالزبط كده فان طب مع الضغط يا بشموانس ايسم هل بتوجه مشكلة يعني هل انا مجربتش تاني بس هل الخط بيجمع لسه هل سهل ان انا دلوقتي وانا مع حدارك اتكلم فيوصلني بمقدم الخدمة ولا مع الضغط اصبح فيه صعوبة في الوصول لمقدم الخدمة على التليفون لا هو طبيعي طبعا مع الضغط الايام اللي فاتت دي بقى فيه مشكلات وهي دي قيمة انك تقدم اداة تانية يعني معالي الوزيرة لما وجهت في شهر مارس ان احنا لازم نشوف ادوات تكنولوجية ابتكارية وبرز صندوق تساعد الناس بعدها بشهر كان رئيس الوزراء بوريس جونسون اللي هو رئيس وزراء انجلترا كان بيتكلم فأول خطاب لي وكان قال ان احنا عندنا مشكلة في الكول سنتر وعشان كده انا بناشد المواطنين يستخدموا الانترنت بدن من استخدموا التليفون المشكلة دي بتواجه كل دول العالم انه اسهل طبعا يفنم والكفاستي بتاعته بتبقى دي اللي مائة وخمسة حاجة مهمة جدا من الناس تخدمها طب احنا ارجوكو يعني لو اللي يقدر تبسمعنا على تليفون الاندرويد او الجوجل يقدر نوى ينزل على اي تليفون محمول يعني زي كده وسمارتفون او بتاع يقدر ينزل من التطبيقات الموجودة فيه ينزل تطبيق صحة مصر هيفرق معنا كتير كلنا والله وفيه توعية كتير هندخل على جوجل بلاي او على الاب ستور نكتب كلمة صحة مصر بالعربي صحة مصر هتلاقي التطبيق تطبيق تنزله وتعمل تسجيل عليه برقم قومي ورقم موبايلك طبعا من المرة اللي فات كنا قلنا رقم القومي ده مهم جدا لسبب عشان كل الدات اللي تجيلك او كل التنبيهات او كل الارشادات اللي تجيلك هتكون متفصلة على حالتك الصحية طبعا احنا كوزارة صحة نعرف حالتك الصحية منين طبعا من خلال حملة 100 مليون صحة اللي جمعنا فيها بيانات عن كل المواطنين مين اللي عنده سكر مين اللي عنده ضغط مين اللي عنده سنة مين اللي عندها لقدر الله بريس كنسر مين الاطفال اللي عندهم أنيميا فأنا عندي قاعد بيانات ضخمة جدا محتاج استغلها استغلها في أن اوصل الخدمة أفضل عن طريق أن كل مواطن يظهر له التعليمات أو الإرشدات المتفصلة على حالته الصحية عشان كده محتاج رقم قومي عشان أجيب لك الحاجة المرتبطة بحالتك الصحية أكيد طبعا ان شاء الله وتقدروا تقدروا طبعا بالضبط في ظل سياسة الدولة وتوجه الحكومة بعد توجيهات السيد الرئيس بالتحول الرقم مهم جدا أن يكون معرف لكل مواطن المعرف الذي تقرره هو الرقم القومي فبالتالي هو المفتاح الذي يمكن أن أربط به كل قواعد البيانات ببعض لكي يكون فيه لاير زاكي من الميكانة والأوتوميشن من خلال الربط بالرقم القومي فهذا كان شيء مهم بالنسبة إن شاء الله على الأسبوع الجاية أو الأسبوع البعدي الكثير سيكون فيه تحديثات جديدة كمان على تحديثات زي ما درسنا مشاكل الناس في الفترة اللي فاتت وضفنا بتحديثات ديت برضو حاليا نحن بندرس مشكلات تانية بتظهرنا على الأرض وإن شاء الله كمان أسبوع عشر أيام نازل تحديث جديد هيكون فيه خدمات مهمة جدا للمواطنين والناس فعلا بتسأل عليها أنا بشكر حضراتك شكرا جزيلا موانز أيسم صلاح وإحنا معاكم بإذن الله أولا بأول نقدم للسادة المشاهدين كل التحديثات الجديدة على تطبيق صحة مصر وبنقول حضراتكم مليون ومتين مواطن نزلوا تطبيق صحة مصر منهم تقدر تتابع يقدر حتى لو لتقدر الله في إبلاغ عن حالة كورونا ليك أو لأي حد من زويك يقدر على طول فريق وزارة الصحة النوع يوصل لك فده شيء مهم جدا بالإضافة طبعا لتوسيع خدمة الكول سنتر أو الرد على التليفونات سواء المركز 105 أو بالنسبة للمحافظات شكرا جزيلا موانز أيسم صلاح وهخرج للفاصل وبعد الفاصل هنتكلم على الكمامة الأماش مش أي كمامة الأماش تنفع في مواصفات للكمامة الأماش هنشوف ده إن شاء الله بعد الفاصل خليكم معنا شفنا موضوع الكمامات الأماش اللي كانت شغل الناس للفترة اللي فاتت مش أي فضلة أماش مش أي فضلة أماش تنفع تبقى كمامة الكمامة دي حاجة لها مواصفات مواصفات طبية النهاردة تحديدا الهيئة العامة للمواصفات والجودة حطت الضوابط والمواصفات الخاصة بالكمامة الأماش تاني مش أي بوائل أو فضل الأماش تنفع كمامة في منظمة الصحة العالمية حطى مجموعة من الاشتراطات يعني مثلا أي الكمامة هتخضع لست اختبرات للتأكد من صلاحيتها قدرتها على الحماية لتحديد كفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة عشان الجزيئات متعديش من بين النسيج بتاعها لا يتعدى 3 مايكرون إنها تدغلي في الميا وتكون مقاومة للأسطح طبقا للمواصفة الخاصة بالأيزو 49 عشرين معنا عبر سكايب مباشرة دكتور شريف عزت رئيس شعبة المستزمات الطبية بالتحاد الصناعات دكتور شريف مسألة خير لحضرتك شهر نور يا فن هل ما قلت وده صح إن في مواصفات هي دي فقط اللي هتم اعتمدها في الكمامة القماش ومش أي حتة قماش بوائي تنفع الكمامة هي مش مواصفات هي اشتراطات الكمامات النسيجية أو كمامات القماش ولكن علشان الموضوع يبقى أسهل بالنسبة للناس لحد ما يتبارى في استغلال هذا الوضع نحن بنقول أي واحد ممكن صنع كمامة في البيت مجرد إنه بيدخل على أي ويب سايت خاص بالكمامات القماش وكيفية تصنيعها عن هي رأيين من قطن وفي رأ في الوسط ممكن يكون ورأ يعني الحاجات بسيطة جدا ممكن الناس اشتغلها في البيت وتبعد تماما عن الكمامات الطبية الكمامات الطبية للأسف ما هي اختيار الأمثل للمواطنين يعني أي الكمامة الطبية ليس اختيار الأمثل يعني أنا ما عليك قطلع بس الكمامة من جيب يعني الكمامة الكمامة الطبية الزرق دي مش عب حرك شايفني او لا؟ دي مش اختيار امسل؟ لا مش اختيار امسل لا مش اختيار امسل امال ايه الاختيار امسل؟ الاختيار امسل الكمامة القماشية للمواطن الكمامة الطبية لازم تتواجه الى قطاع الطبي فقط الاطباء والمستشفيات والمخالطين وضعاء واللي عندهم ضعف في المناعة طيب انا كمواطن انا ما عنديش غير الكمامة دي كلنا في الشارع بنلبس الكمامات الزرقة هل دي خضر علينا يعني؟ حضرتك يعرف بتتليبس ازاي؟ الكمامة دي مد تستعملها اربع ساعات فقط اربع ساعات؟ اربع ساعات وبعد كده بتبقى ملوّسة وصعب انك تغسلها او تنظفها اه مهان ما بتغسلش اه بس في واحد بيخليها معه طول اليوم وتاني يوم ممكن يعني؟ بقت مصدر تلوّس بالنسباله لا الكمامة الطبية انا بنادي من من خلال حضرتك ومن خلال الجهات الرسمية وبنحاول نتواصل معهم ان الكمامات الطبية يتم بيعها في المستشفيات فقط او في الجهات الطبية وفي العيادات والمخالطين وضعاف المناعة دي لا بديل للكمامة الطبية معه طوع دا اربع ساعات استخدام بس هارك بتقول اه طوع دا اربع ساعات لست ساعات بكتير جدا دا وصل تمانع عشرة جنيه يعني في ناس اعرفهم لسه حد زميل هنا بيقول لي دا تمانع عشرة جنيه دلوقتي يا فدم الناس دلوقتي حجم الاستغلال في هذا المجال بقى كبير جدا جدا الناس كلها الكمامات اللي موجودة في السوق اكترها غير مطابق للمواصفات واقل فعالية بالناس اذا كان بتستهون بالقماش فالكمامات اللي موجودة في السوق دلوقتي مهما ادعوا انها ايه فهي 80% منها غير مطابق للمواصفات والله يا دكتور حرج بتفاجئني لان المعلومات اللي كانت عندنا ان فيه نوعية اللي هي الان خمسة وتسعين والسري ام ثم السورجيكل السورجيكل ماسك اللي هو الماسك الجراحي اللي هو الازرق اللي في ايدي ده دول كده افضل من القماش حركة بتاع الكيس اللي بتقولي لا ده القماش كده افضل لا افضل خليني اوضح جملة تاني القماش افضل للمواطنين الان خمسة وتسعين مدة فعاليتها 8 ساعات فقط واللي يلبسها المريض اللي بيتعامل الدكتور اللي بيتعامل مع المريض مباشرة مش في الشارع مش في الشارع ملهاش اي قيمة في الشارع ومدتها 8 ساعات وترميها لان خمسة وتسعين حاجة غالية جدا ما تصنعش في مصر حد الوقتي مصبوط فملهاش اي قيمة طيب المواطن العادي اللي بيسمعنا انا اسف جدا جدا يا دكتور المواطن العادي اللي بيسمعنا حضرتك عايز منك نصيحة يستخدم ايه وانازل من بيته خصوان الكمامات القماش المعتمدة لسه مش موجودة اذا كان مش مخالط اذا كان مش منعته كويسة او ما عندوش مشاكل في المناعة اذا كانش مريض او حاسس بقى اي مرض يلبس جمامة وماشي ان شاء الله يعملها في البيت ان شاء الله يعملها في البيت طيب ده ده معلومة واضحة وصريحة من رئيس شعبة المستزمات الطبية بتحدي صناعاته الدكتور شريف عزة يعني اعتقد يعني مش هنسأل حد تاني بقى وراء وراء حضرتك في هذا الامر يعني حضرتك فيه ناس كثيرة قوي ضد الكلام ان انا بقوله ناس من اللي ليهم مصلحة في بيع الكمامات الغير مطابقة فيه اطباء بيتكلموا على مدى فعالية الكمامة القماش والكمامة الطبية احنا ما قلناش الكمامة الطبية غلط احنا بنقول الكمامة الطبية لابد من تحديد الجهات التي تعمل فيها تسريب الكمامات الطبية الحالية اللي هي غير مطابقة ليه الجهات الطبية للمستشفيات ده يمثل خطورة جيدة هو اللي انا مسكها دي غير غير مطابقة انا بأكد لحضرتك ما فيهاش اللي هو المشبك اللي فوق الرأي بتاعها قليل ما فيهاش اي برنت يدول هي مصنوعة فين ولكن هعمل ايه ما هو ده اللي موجود حضرتك ببساطة جدا ابعدوا عن الكمامات الطبية خلي الكمامات الطبية للقطاع الطبي انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي اشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف عزت رئيس شعبة المتزمات الطبية بالتحاد الصناعة على عهد الدكتور شريف نستعمل الكمامة القماش اي حاجة بقى تيجي قماش تحت ايدك تعملها يا رب خليها رأيين مثلا واستعمل ده على عهدت رجل كبير جدا هو رئيس شعبة المتزمات الطبية بالتحاد الصناعات ونخلي الكمامات الجراحية دي اللي هي زي الزرق دي واللبني نخليها ليه الاطقم الطبية وقال كمان معلومة مهمة ان دي اخيرها اربع ساعات وبعكات تريمي لان الاسف هي معايا من بدري على كل حال نطلع لفاصل ونستقبل الكاتب الصحفي الكبير والوسي زعاد الحمود نتكلم معاه شواء عن كورونا والعالم واللي بيحصل في زمن الكورونا برحب حضراتكم مرة اخرى مشاهدين الكرام واللقاء بيتجدد مع عقامة وقيمة صحفية وفكرية كبيرة الحقيقة انا اشتأت لهذا اللقاء بالي يعني تقريبا من شهرين او اقل قليلا يعني من قبل رمضان لم ألتقي بالكاتب الكبير والمفكر الاستاذ عادل حمود استاذ عادل مساء الخير وكل عبرك خير كل سنة ومصر طيبة ان شاء الله يا رب دايما ان شاء الله اللقاء الحقيقة بنشتاق لي عشان نستفيد رؤى حضرتك واطلاع حضرتك ما شاء الله الموسوعة يعني ما شاء الله تبارك الله اكيد بنستفيد منه بنفتح امام السادة المشاهدين نوافذ متعددة عشان نفكر كلنا مع بعض في المحيط بينا استاذ عادل في خلال الشهر نص أو الشهرين اللي فاتوا من اخر اللقاء لينا يا ترى ايه اكتر حاجة شدت او لفتت انتباع حضرتك في وسط الحوادث الكتير المحلية والعالمية هو يمكن تتذكر ان في اللقاء هنا في 30 مارس اخر اللقاء اتكلمنا على شيء بدأ فانتازيا طب ليه ما نرفعش قضية على الصين اه مظبوط كان تعويض وبعدين قلنا بلاش قضية تعويض ولكن ممكن يحدث تفاهم بين الصين وانه على الصين تصبح جزء من كتلة العالم النامي وتسترد قوة هذا العالم وتقود هذه المنظومة صحية بعدها حصلت ردود افعال للكلام اللي قلناه يعني بعض المسؤولين الصينيين اعتبروا ان هذا كلام يعني لا يجوزا يقال وبالتالي تواصلوا مع حضرتك طب يعني قالوا ان هذا الكلام يعني يصير السخرية وعلى كل حال فانا معلقتش وانتظرت الى ان اصبح العالم كله يتحدث فيما قلنا عليه ليس من باب دعم اللي انا قلت انه من باب امره واقع العالم كله كان يفكر فيه بمعنى نهاردة في محاكم فلوريدا بتقبل برفع قضايا من مواطنين امريكيين وايضا اجانب ضد الحكومة الصينية القانون في امريكا يسمح بان ترفع عضية على دولة لها سيادة وايضا ويسمح ايضا للاجانب حتى في امريكا ان هم يرفعوا القضية ورفعت قضايا كثيرة تبقى لمجموعة قضائية شهيرة في امريكا اسمها مجموعة برينر بيمثلها جيرمي ايلترز وخرج على الميديا الامريكية وتحدث عن هذه القضايا وقال انه مشكلة ان الصين عندما انتشر المرض عندها عملت عزل داخلي في الصفر يعني عزل بين الاماكن والمدن والولايات وفي نفس الوقت لم تنبه العالم ولم تقطع صلاتها الخارجية بالعالم وايضا استنادا للرئيس الامريكي نفس الكلام وقال ان هذه القضايا ممكن تكون قضايا مضمونة ان احنا نكسبها وعندنا نقدر ناخد التعويضات من مصادر كتيرة في الولايات المتحدة الامريكية منها انه السندات الصينية اللي امريكا شريها ب تريلينات الدولارات وايضا الحسابات البنكية والممتلكات الصينية وايضا المصانع والشركات الصينية وهي كثيرة جدا في الولايات المتحدة الامريكية الاهم والاخطر انه عندما شؤل الرئيس الامريكي وانت تقبل بالفاتورة الالمانية اللي كانت قدرت ب 162 مليار دولار الا لا 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 موضوع اكبر من كده بكتير والموضوع فيه تريليونات من الدولارات طبعا هنا بيبان انه هناك عودة من جديد لما يمكن وصفه بالحرب البردة والصين بقدر ما تستطيع بتحاول انها تصبح على منطق وفاق بينه وبين الولايات المتحدة الامريكية ومنطق تعاون اقتصادي ولكن لاحظنا في الميديا وفي المؤسسات السياسية الامريكية رجع تاني نغمة الدولة الشوعية الفيروس الصين والفيروس الصين لا تتكلم على ايدولوجيا نفس بدأت الايدولوجيا تطرح نفسها وبدأت فكرة ان الشوعية اللي كانت مكروهة في يوم الايام ترجع تاني ولأسباب مختلفة المرة هذه الأسباب فيروسية وليست أسباب سياسية حرك شايف ان فيه صراع خفي لهذه الدرجة ما بين مش هقول الولايات المتحدة والصين ولكن ما بين الادارة الصينية والادارة الامريكية الحالية وخصوصا رئيس دونالد ترامب وان سواء فيروس كورونا او حتى الاحداث الداخلية اللي بعض الميديا الامريكية بتتكلم الى تورط روسي مثلا فيها ان ده هو فصل من فصول هذه المواجهة ما بين ترامب تحديدا والادارة الصينية احنا هنا ده واضح انه ترامب ايضا تعرض لانتقادات حادة لتأخره في اجراءات مناسبة جدا قدت الى ما جرى في الوقت المتحدة الامريكية بكل الكوارث اللي عادة هو ايضا مسؤول عن جزء من ده ومن سمع ربما يكون هجومه على الصين هو محاولة تعويضية ليه انه هو يرد على فكرة انه تأخر او انه مسؤول عن ما جرى لكن الاهم سيبك من انه الادارة الصينية زائلة وايضا ترامب قد يأتي او لا يأتي انما نحن اتحدث عن قصص النظام الرأسمال الامريكي اللي خليته يبحث عن الربح في دولة شعاعية زي الصين والان بيفكروا ايه اللي ممكن يحصل ايه الخطوة الجديدة وانا احضر في الصين دي اذا كانت الصين نفسها بتعترف بان عندها في الممتعة الشرقية ربعمائة وخمسين مليون بني آدم لسه تحت خط الفقر وايضا ان كمية من الاوبئة بتتكاثر في هذه الدولة وتصدر للخارج ومع ان الصين بتتحدث عن اتلاف دولي في التعامل مع هذا في مواجهة الفيروسات الا انه في النهاية بدأ انت النظام الرأسمالي الماكينة الرأسمالية تفكر ازاي ننجو باستثماراتنا بشكل او باخر نغير الديريكشن نغير الالتجاه نعم ممكن نغير الالتجاه بدأ الكلام على انه كثير من المصانع تذهب الى الهند اصحابه الاستثمارات طبعا مسألة بالسهلة ولكن الهند هنا هتبقى هي على الاقل منطقة جاذبة للأستثمار وايضا ربما تسحب بعض الاستثمارات لتحت الانشاء من الصين اذا هنا بتتكلم على العقيدة الرأسمالية اهم بالنسبة للربح المكسب حتى لو تحالفت مع الشيطان وربما هنا كمان بيزود فكرة ايه؟ ان بعض الناس بتتحدث عن هتحصل حرب بين البلدين يعني حرب مسلحة بعض على فكرة المؤشرات بتقول يمكن ان يحدث ولكن ده مسألة مستبعدة بشكل واضح ممكن تحصل بالوكالة يعني مش شرط تكون المواجهة امريكية الصينية خالصة ولكن لها اوجه اخرى اوجه اقتصادية ممكن نراها اوجه اقتصادية 100% اقتصادية لكن لا تتطور للنحية المسلحة هنا خلي بالك من نهاردة الولايات المتحدة الامريكية بتحاول انها تعزل الصين بدول حواليها بدول القريبة الحدودية مع الصين نهاردة هي بقولك بتقرب من الهند وبتساعد الهند من دولة نموية الهند ودولة مش ضعيفة دولة قوية طيب طيب وبعدها عندك كوريا الجنوبية تتبعها ثم باي تنام اصبحت تبعها اذا هنا بنجد انه في محيط طوق امريكي بالقوى العسكرية تحاصر الصين وده يمكن اللي بيخلي ان المواجهة ربما مش هنعرف شكلها بشكل واضح جدا الا عندما يكتمل الطوق على الصين ونفس الوقت الصين عندها جيش بينمو قوى عسكرية متزايدة وبتقولك انا مش هكون هملاق اعرج لكن واضح من كلام حضرتك ان ممكن حتى لو مش احنا يعني ممكن الاجيال القريبة القادمة ممكن تكون او تشهد صراع غير معروف مدى ما بين القوى العالمية على خلفية اقتصادية او على خلفية عسكرية وده بالتالي اللي هيكون ليه تأثير عالمي ربما يكون وخيم وغير محدود العواقع وانا استاذ عمر هنا المعادلة هو الاقتصاد اقوى ولا العلم والتكنولوجيا والقوى المسلحة واضح ان التلاتة متشبكين مع بعض بالوقت طيب الازم اللي احنا فيها لكن اذا تصرعوا بدرجات مختلفة يعني بالقاطع القوى العسكرية الامريكية لا حدودة لها القوى العلمية والتكنولوجية لا حدودة لها القدرات العلمية عند الولايات المتحدة الامريكية غير طبيعية طب ممكن حد يقول الحرك وانا اقسف للمقاطع يقول الحرك طب واضح ان احنا خدنا مش عادة تقول ايه يعني الم او تصور كبرنا شوية القدرات الامريكية بدليل ان فيروس كورونا شوف حركة النهاردة الاعباد ملايين مليون من المصابين اكتر من مئة الف قتيل في الوقت المتحدة نعم تتكلم على حالة خلقتها الطبيعة نعم تتكلم على علوم الفضاء تتكلم على علوم التكنولوجيا علوم الاتصالات علوم السايبر علوم الاختراق ده انا بتكلم انه الفيروس هنا هذي مش مشكلة مشكلة الصين اللي خلقته مشكلة اوروبا بكل تاريخها مشكلة امريكا مشكلة روسيا مشكلة العالم كله لانه هو هنا القدرة على تكييف التكايف في الابحاث هو ده الاساس هنا لكن هنا مش ما عندكش هنا في الامور دي مختبرات جهزة مجرد ما يجيلك فيروس هتدخله المعمل ويطلع من ناحية التانية مصد لا انا بتكلم على مجمل القوة مجمل القوة العسكرية مجمل القوة التكنولوجية في المقابل الصين تملك مجمل من القوة الاقتصادية الصراع هنا هيكون شكله ايه يعني ده اعتقد ربنا يا صفح ربنا يا صفح طيب ده على المساوى الدولي او المساوى العالمي ملفة انتباع حضرتك طيب محليا بقى مرنا بشهر رمضان وشفنا امور ربما كان الشيء او العنوان الاكبر المسيطر هي مواجهة كورونا وشفنا تصاعد في نسب الاصابة الى الارقام اللي احنا وصلنا لها النهاردة بنتكلم 1399 اصابة النهاردة بنتكلم بحالة 46 حالة وفاة هل في شيء غير ده لفت انتباع حضرتك يعني طبعا رمضان انت عاربي بشهر مسلسلات يعني بشكله وباخر وواعدين مع العمليات الحظر كانت الناس بتوعد وتتابع الحقيقة لازم نشيد بيه المسلسل بتاع الاختيار والحقيقة انها لفت نظري من بدري من اول حلقة وحصل تواصل بيني وبين استاذ مؤلفه باهر دويدار باهر دويدار واعدنا نتكلم على التليفون اكتر من ساعة لانه هناك جملة تستطيع ان تلخص بيها تاريخ مصر سواء كان 4500 سنة سبعة تلاف سنة نحن اقدم امة واضعف زاكرة الله على الجملة دي يعني امة عريقة جدا امة واضعف زاكرة وضعف زاكرة ضعيفة جدا المسلسل عمل عملية احياء للزاكرة مش البعيدة اللي بقى له 4-5 سنين يعني احنا نسينا طوابير العيش والبنزين والكهربا اللي بتتقطع وطوابير الغاز والعربيات اللي بتتسرق نسينا ده كله يعني لكن الحقيقة مش ده بس المسلسل ما بفكرناش بده بس يعني ولكن بالنسبة لي انا انا امكن لان امكن واحد من اللي بدأوا مبكرا في دراس الاسلام السياسي طبع طبع بعد اختيال السادات مجموعة كتب عن الاختيال السياسي الاختيال السياسي واسلام السياسي جزء من المسلسل حتى لو كان المسلسل بشكل ما اشار لبعض الحوادث كانت بنسبة لنا مؤشرات لمزيد من التفاصيل على سبيل المثال مثلا قضية محاولة اختيال وزير الداخلية في 5 سبتمبر 2013 اللي هو محمد ابراهيم لا وزير الداخلية هو المسلسل جابه بشكل عابر معين ولكن انا اتذكر انه كنت انا عملت مجموعة من نملاء الصحفيين وبدأنا نتابع التفاصيل بشكلها الحد الملاحظ هنا ان انت عملية كشفت ازاي في دايما ضابط على موتسكل في المرور بيتقدم موكب وزير الداخلية وزير الداخلية جاي من منطقة شارع جانبي على مصطفى النحاس في حتة بيسموها لما العربية لازم تلف لازم تبقى بطيئة اللحظ الضابط اللي على الموتسكل وجود عربية هونداي مركون على اليمين ولاحظ انه اللي قاهد فيها متوتر ده اللي هو الشرطي اللي على الموتسكل اللي بيتقدم الموكب فبلغ مين بقى في عربية دايما بتسبق عربية الوزير العربية اللي بتسبق عربية الوزير ده عربية المراقبة المتابعة لازم يقعد فيها زابط واعي جدا بكل التفاصيل فاهم ثقافته تتجاوز القوت الملاحظة لاحظ الضابط بانه اللي قاعد في العربية ده لابس لبس ميري ولكن لابس اللبس القديم لبس الزيتي مش اللبس المبركش فاعتقد للوهلة الاولى انه بينتحل بينتحل شخصية زابط جيش لكن لاحظ ملاحظة تانية اهم لاحظ ان منطقة الدقن اللحية ابيض من بقية الوش ده معناه انه لسه حالق جديد يعني راجل ملتحي حالق جديد كل ده في نحظات والموكب معدي يعني دي البراعة الاساسية الملاحظة التالتة اللي لفتت النظر اكتر ان لاحظ ان جنب في الكرسي اللي جنب الجنبي بوكي ورد هاي بوكي ورد التعايدة بوكي ورد لما بتحصل عملية تفجير بيعتقد اللي فجار نفسهم ان هم هيستشهدوا هيطلعوا الجنة معهم بوكي الورد يدول الحور العين عشان استقبلوا هاي بوكي ورد هنا اخلي بالك ثقافة زابط الشرطة هنا هي اللي حامت الموقر في اللحظة اللي عين زابط الشرطة جات مع عين محمد بدر راح دايس على زابط الشرطة جاء عمل ايده كده للعربية الوزير نتيجة على اليمين وفي نفس اللحظة حصل ان التاني اندهس على المفجر وانتحصل الانفجر التلاتة اربعة سنتي اللي انحرفت فيه مسيارة الوزير ناحية اليمين يمكن مش هتصدق انها انقذت الوزير وده بفضل اليقظة اللي بتمات تعبية زابط الشرطة اللي كانت عربية المقدمة الحاجة التانية ان الطراب الفاعل او الجاني خلته ميركز في فكرة توجيه الشحنة الناسفة ليه؟ احد قوانين الناس في انك انت توجه شحنتك الى منطقة فيها مصاد صلب فيحصل ارتداد التفجيرات تتداعى اكتر فكانت النهاية ان التفجير اصاب واجهة عمارة وصلت لغاية الدور الخامس والشيء الملفت للنظر هنا بيتيجى بقى القوة الاجست الامن العسكرية انه لقوا كاف الجاني في بلكونة في الدور الخامس تفصيلة جديدة فقدروا يعرفوا من الـ DNA والالقام انهم هذا الضابط المفصول من حوالي 6 سنين وكان ضاب الشؤون الادارية وفصل من حوالي 6 سنين هنا فهم مين هو الضابط دوان وبعدين فهم دوره في تنظيم بيت المقدس الى اخره الاهم بقى حاجة مهمة جدا وده يمكن نستفيد منها طبعا طبعا اي عملية تفجير بيليها وجود قناصة تبدأ تصفي اللي بينجوا من التفجير فاعتقد زباة الشرطة ان لابد ان يكون فيه قناصة فقدروا يبصوا على الاسطح لاؤوا ان الناس كلها فيه الناس طالعة تشوف وده حاجة غريبة جدا يعني من حصد الحظ ان ما كانش فيه قناصة لكن طبعا تخيل انه كان فيه قناصة وناس من غير ما تدري قدرت تتسطر عليهم ومن ثم كانت مسألة ملفتة للنظر ان في وسط هذه التفجيرات على المواطنين المصرين ان شاء الله ما تحصلش طبعا يعني يا رب لكن من باب الحذر ان الواحد يسكن بيته مؤقتا احنا احنا شفنا مشاهد تفكيك عبوات ناسفة من قبل الرجال والناس واقفة حاولين الرجل والابس البدلة المخصصة لتفكيك العبوات الناسفة وفيهم بيصوروا يعني فده طبعا ربنا يا رب يحمي لكن اساسا حركنا خرج الفاصل وبعد الفاصل لسه فيه كلام وفيه تفاصيل عايز اعرفها منك في هذه الحديثة يا أصد عادل وللحديث بقى بعض الفاصل ان شاء الله خليكم كان يا مكان كان فيه اتنين صحاب صحاب هوي واحد اسمه القبع والتاني اسمه الجمال قتيل وخمسة بيعترفوا انهم قتلوه كل واحدة لوحدة والخمسة ما بتجمعهمش علاقها مباشرة بني قدم زي ده بيستحقش نعيش ولو كان عيش كنت هقدله دين ما هي اللي قلت اللي عمل كده؟ رياض كان قبشع كبوس قبلته في عيدي انا ما عرفش رياض انا كنت فكرة ان انا عارفها ابني رياض مات من خمستاشر سنة ماذا انت حبيتك اللي اللي حواديت الشانزليزي من السبت الى الاربعاء الساعة السابعة مساء عدى السي بي سي ايوا الاخوة نحن نعمل في الصم موسيقى 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 وأنا عملت سامير وشهير وبهيد ايه الاخوة السكر كبيرة اللي فيه بي جدار بي نحن هو ده اللي عندك انا دائما بيجينا فهيوهد دي لما بيخرج على عجب السينما انت حاب تشوف اللي بشتاة ايه ابدا وانا معاك في الظروف دي؟ موسيقى ناصطنبك من دقيبا انت فكتي متاخص في حالة تفعش تحصل في العمر للمرة واحدة بس اطلق بطلعيب من الاول عشان مستفص شكرا احنا اللي يجي علينا ولا على حقنا نوقفه عند حده اشترك دلوقتي وتفرج على كل نفسك فيه ووتشت ما تخليش حاجة تفوتك كل ده ممكن يكون الواقع اللي حيحصل قريب مية وعشرين وعشرين وده منظر شرى لبس العين يونيو عشرين عشرين صلاة الجيم والرياضة مش هيبقى فيها حد يوليو عشرين عشرين ده هيكون منظر الشواطئ والمصايف في عز الصيف أغسطس عشرين عشرين دي أصوات الأفراح والاحتفالات سبتمبر عشرين عشرين موسم رجوع المدارس مش هيبقى فيه حد أكتوبر عشرين عشرين عجلة الانتاج ده اللي هيحصلها لو الواقع ده مش عجبك انت بإيدك تغيره وكل واحد عليه المسئولية ان الحياة ترجع طبيعية لما تاخد احتياطاتك في إجراءات الوقاية الصحيحة والتطهير وانت نازل من بيتك عند الضرورة لما تحافظ على المسافة بينك وبين غيرك وتغسل إيدك باستمرار بالمية والصابون ولما تشتغل بطريقة آمنة وسليمة وتسيب مسافة كافية بينك وبين كل اللي حواليك المحنة دي على الكل احمي نفسك واحمي أسرتك واحمينا كلنا علشان نقدر نطلع من الأزمة دي مع بعض خلي بالك وخليها في بالك اهلا بحضركم مرة أخرى وبرحب من جديد بالكاتب الصحفي الكبير أستاذنا الأستاذ عاد الحمودة أستاذ عاد الحراكة أبن الفاصل اتكلمنا يعني الجزء اللي كان أبن الفاصل على طول اتكلمنا على محاولة اغتالي ومحمد إبراهيم وحضرتك كنت قريب من هذا الأمر ومعلومات بنشكر حراكة عليها الحقيقة ولكن حراك شفت إزاي تفاعل الناس يعني إحنا يمكن اليوم السبت جبنا صورة أو فيديو لبنت صغيرة على التيك توك بتغني أغنية تحية مصر تحية بلغة الإشارة قد إيه الأطفال شفنا مشاهد كتير والكبار الناس كانت متأسعة مش في مصر لكن كمان في الوطن العربي ككل شفت حضرتك إزاي هذا المسلسل الاختيار في رمضان إزاي ألقى حجر في ماء الوطنية اللي هو الحمد لله هو مازال جاري ويجري دايما إن شاء الله ولكن إزاي نشط هذه الذاكرة القريبة حراك قلت دايما إن إحنا ذكرتنا ضعيفة شوي زي ما قلت لك الحقيقة إن الدراما هي وتكسيد حتى الوقائع لو سمعتها تؤثر فيك لو سمعتها لو من باب السمع ممكن تؤثر فيك 40% لو سمعتها وتفرقت على صور فوتوغرافية لها تبقى 60% لو شفتها فيلم تسجيلي يمكن تبقى 70% إنما الدراما وهي الدراما أو السيمي دراما بالحقيقة يعني الدراما المرتبطة بالواقع توسيقية شوي توسيقية الحقيقة قدت زي ما أنا قلت حياء لذاكرة وأيضا أهم إن بدعنا تشوف أنت بتسمع عن عمليات في سينا حقيقة عمليات متبادلة شهداء من هنا وقتلة من هناك ولكن أول مرة نتفرج على عمليات عسكرية ونبقى طرف مباشر فيها عشنا اليوم معهم أنت بتشوف الموضوع معهم بتشوف طبيعة من الحاجات المهمة مثلا أنه لأنا عرفتها أنه أن طريقة اللي أدى دور أحمد منسي أو المنسي أمير كرارة أمير كرارة لأعزوا لك حاجة أنت قعدوه يتكلم زي الزباط ويتصرف زيهم ودخلوه مدرس صعقة يعني شربوه المسألة لأنه أنا دخلت الجيش وكل مهنة لها ما يسمى بالترمنولوجي أو اللانجوش بتاعتها أو المصطلحات الخاصة بتاعتها على طريقة الأداء والمنظر واللغة لا وطريقة أداء طريقة لها طريقة أداء ولو كلام يعني ده كلام يقوله صحفي ده كلام يقوله محامي ده كلام يقوله زابط ده كلام يقوله لواء ده كلام يقوله زابط بوليس إلى آخره فالحقيقة أنك ما حستش بغربة بين الشخصية الأصلية والشخصية المجسدة بالتمثيل ودي مسألة كانت حقيقة بارعة جدا النقطة التانية أنه الأول مرة بنشوف بعض الوثائق المصورة زي مشهد بعض الأقطات من مشهد إعدام هشام عشماو أو مشاهد تانية لبعض العمليات التي جرت وده أيضا كان نوع من أنك تشتب أطرف فيما يجري وده مهم جدا لإيه ده حركة عايزة برضو ممكن تاخدنا الجزئية لأن اللي بيحصل ده الحرب ضد الإرهاب هي مش حرب الدولة أو حرب مؤسسات فيها زي الجيش والشرطة إنما حرب كل واحد فينا مش حرب مؤسسة بعينها يعني هو من المهم كمان أنه حتى الأطراف غير المباشرة يعني إحنا أطراف غير مباشرة في هذه الحرب إحنا ربما أطرف مباشر من خلال الميديا من طرف مباشر من خلال الوعي من خلال التوصيق أو التأريخ إلى آخره لكن فيه أطراف تلتة ما لديش علاقة بأي حاجة لجب أن يكونوا طرف مباشر بالوعي يعني بقوا مدركين لأنه على الجانب الآخر الجانب المعادي بتجد أنه فيه سوء سوء تفسير للوأشياء وسوء قصد واستياط في الماء العكر ده اللي بيحميه أن المواطن العادي يحصن تجاه مثل هذه الأمور اللي بيشوفها من خلال القنوات المضادة يبقى عنده عملية تحصين بحيث أنه يستوعب الأمور من غير ما يقع فيه المحزول حتى لو حرك أكيد حرك صدفت خلال أيام الفاتت فيه زي فاصل كده قصير على القنوات اسمه حصن نفسك بيجيب جزئيات من المختطفات الصوتية اللي بيقولوها الجامعة الدواعش في الخطب بتاعتهم يأتي شخص وقامة وقيمة أزهرية وعالم دين جليل يفند هذه الأحاديث المتسوسة أو المغلوطة ويصحح هذا الفكر الحقيقة ببراعة شديدة المسلسل عمل ده يعني المسلسل فسر مثلا لأول مرة إحنا ليه واحد زي هشام عشماوي جرى لهم أجرى وهو هو ينتمي لنفس الطبقة الوسطى بتاعت أحمد المنسي ودخل نفس المؤسسة العسكرية وقريبين من بعض في السن وقريبين من بعض في كل حاجة تقريبا في المسكن وفي المستوى الاجتماعي اللي أقرب طيب إيه الفرق الفرق هنا بان من خلال فكرة التربية نفسها البيت البيت أب صارم متزمن أفكار يعني خليت أصابته بكثير من الاتراب النفسي دفعته بشكل واضح إلى التطرف ثم إلى ما فعل يعني هو في النهاية نتيجة حتمية ومنطقية للتنشئة اللي هو نشأ عليها وهو ده مهم جدا عشان كده خلي بالك أنا أعرف واحد مثلا واحد من كنت في روزة اليوسف نشرت له فيديو جنة تلاتين ألف واحد مسكوا السلاح تلاتين ألف تلاتين ألف في موجة الثمانيات والتسعينات وما تقبطش عليه وما تمسكش عليه حاجة لأن كانت وظيفته غسل الدماغ نحن نعاقب على الفعل المادي في حين أن الأخطر كيف يمكن أنك تجند تفكر وهنا هنا بنجد أنه في أفكار معينة بتيجي من مصادر معينة بطرق معينة والسنه معين يعني دائما يختار شخص من بعد سنوية لغاية الجامعة يختار شخص من بيئة معينة يختار شخص في عنده مشاكل ما إلى آخر طبعا أنا في الجزء دي أنا آسف هأحل حضرتك للمرصد الخاص برصد الفكر المتطرف التابع للأظهر الشريف في الجزء دي دي تقريبا مبارح كان نشر زي بيان بيكلم فيه عن دور الجماعات المتطرفة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعني تويتر على فيسبوك على زوم على تيك توك حتى لو بيعمل الفيديوهات على تيليجرام على مجموعة كبيرة جدا إما في استقطاب أو تجنيد أو في فلترة وانتقاء العناصر وحتى في التكليف بالعمليات أيوة لأنه بالعكس ده أنت لاحزت مثلا أنه تنظيم داعش كان عنده مؤسسة إعلامية محترفة طبعا طبعا وبيعرف لما أنت تشوف عمليات الإعدام اللي كان بيعملها بشكل الناس باللون الهدوم بالمية اللي حواليهم بالصحرة ده ظهر في المسلسل ده فكرة الانتقاء والفيديوهات ده بتتكلم على وبعدين الفيديوهات الملاحقة لكل حاجة طبعا بص الحاجة الحاجة التانية اللي لفتت نظري في الحقيقة بالنسبة لنا من باب إحياء الزاكرة قضية تنلاقي بالعام آه الحقيقة اهتميت أنا بقضية تنلاقي بالعام لأنه أشار شام بركاتي لأنه كنت أنت قدام واحد من أفضل من جاءه في النجان النيابة العامة راجل كان مستقلا كان عنده قدرة أنه مثلا يعني يلفت نظرك أنه مهدي عاكف طلعه من السجن وقدامه استشفى خاص إذن كان عنده درجة الاستقلال الحقيقة اللي بتتوافر في النيابة العامة المصرية حقيقة كنت عرفه كويس يعني وكان دايما بيخصني بمشرب فنجال قهوة باللبن على الطريقة الفرنسية ولحزت مرة أنه كان فيه دفعة نيابة دخلة من الشباب النيابة العامة وكان بيجيله بقى بعض المستشارين يخش عليه يقول له أنا ابني مش عارف إيه والطلبة يقول له حاضر يا فرنسي تترخيرك ثم يمشي الراجل ما يقرهوش يروح حطه في الفرامة بتاعة الورق حياة كانش عنده وسطة ومحسوبية بشكل يعني أنا مش مضطر أنه يعمل يعني على الأقل لو فيه بنيته حاجة غير اللي بيقولها لي كان حط الطلب في الجن ما كانش ما كانش فرمو ساعد فرمو أتذكر أنه في اليوم ده ساعة تسعة و لما خرج من من بيت وبرضه من شارع جانبي على شارع رئيسي حصلت عملية تفجير حادة جدا هو قال هو كان واعي جدا بعد عملية التفجير فقال للسواق بتاعه نروح مركز الطبي سواق بتاعه عباس يعني أفتع واني الأقرب نروح مستشفى النزهة فاستجعب الرجل يعني أنا حياة مجرد معرفة القبر رحت على المستشفى على طول لما دخلت تتعريب أنك حوالي الساعة عشرة لما دخلت قعدت في قضة قضة الاستراحة الرئيسية دي بتاعت كبار الزوار لقيت معظم رجال النيابة العامة موجودين حياة سامتين بيضعوا في سرهم بيسبحوا بيضعوا ربنا بعد شوية جي المستشار أحمد الزند وكان وزير العدل ثم جي وزير الأوقاف ثم جي وزير الاستثمار وعدت من الوزراء ثم جي وزير الداخلية وقعد وزير الداخلية تكلم مع مستشار الرئيس للأمن اللي هو أحمد جمال حوالي تلت ساعة ثم انصرف عشان يشوف موقع الحادث وجي إبراهيم محل وكان رئيس وزراء في ذلك الوقت من تشكة مباشرة على المستشفى على المستشفى بساعة 11 تقريبا أو 11 ونص الحقيقة جي فريق من أطباء القوات المسلحة على أعلى مستوى كان بيرقاسه اللي هو مصطفى أبو حطب وكان رئيس الخدمات الطبية في ذلك الوقت وجي جراح صدر مشهور اللي هو دكتور يوسف عبد المسيح وجي طبيب مخ وعصاب اللي هو الدكتور عزة عبد الخالق الغريب أنه قاعدوا جنبنا يعني محدش من المستشفى استعان بيهم رغم خبرتهم العالية تقريبا حوالي ساعة 12 جي مدير المستشفى اللي هو الدكتور عصام عم أمار وقال يعني عملنا بريفنج قال أنه هو تابع الحالة من خلال المينتور في مكتبه وإن الأمور مستقرة وإنه جالوا نزيف على في الحجاب الحاجز وفي تهتك إلى آخر وصف الطب يعني وإن الأمور ماشية كويسة جدا يعني تمام خلاص سمحت لنا حساس بالاطمئنان حساس بالراحة فبدأنا نتكلم بدأ مع الأطباء هل ممكن يتنقل تاني يوم لمستشفى الجلاء ولمستشفى القوات الجوية وخصوصا أنه كان بعض مديري مستشفى القوات الجوية والجلاء كانوا موجودين ضمن الفريق الطبي ساعة اثنين تقريبا دخل واحد لابس اسود كده وقال يا جماعة ممكن تجيبونا دم فغاضب دكتور عزك قال له احنا هنا احنا بنقول لك من الصبح قولونا انتو عايزين ايه لا 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 خلاص عمدين لسة 6 لترات حقيقة بالغريزة بدأ المشهد مش مريح واحد انت عندك فريق ضخم جدا وقوي جدا من أعلى أطباء لماذا لم تستعن بيهم اثنين انه في حالة تحاول تطمنها على لا شيء ليه كان محاولة من قدارة المستشفى في وقتها وهو أعلم انهم يحاولوا يلحاول حالة فيما هو متاح يعني معلش بس في هنا على كل حال يعني بحكي لك تصوري أنا الشخص يعني ربما يكون مخطئ يعني ده تدعيات اللي أنا شفته وحسيته ثم بعد كده دخل واحد قال يا جماعة لا ده الحالة بقت كويسة واحد لابس برضو اسود كده طويل لا لا كويسة جدا لا اتفضلوا انتوا بقى ان شاء الله بكر اتنقل شوفوا اتنقل ازاي دخلنا على الساعة اتنين ونص التلاتة اللي تل الطباء قالوا لا احنا هنحنش نتأكد بنفسنا دخلوا ودخل معهم احمد الزند لقوا ان كتيم الاعراض او الاوصاف الطبية التي جرت ليست كما سمعوا من قبل وكان توليت الوقت اتأخر وخرج احمد الزند يبكي من غرفة الجراحة وكان الكلام ده حوالي الساعة 3 تظهر تقريبا سمعت من احد انه سمعت كلمة باقي في حياتكم اغادرت المستشفى بشكل يعني يعني حقيقة حالة من حالات الالم الشديد جدا طبعا لانك لم تفقد رجل عدالة فقد ولم تفقد ممثل الامة فقد ولكن حقيقة فقدنا بشكل شخصي يعني واحد من الناس اللي يتمتعوا بشكل انساني قرطب حقيقة كان عايز يبطل سجاير كان بدخل 80 سجارة في اليوم ودي كانت اثرت على حالته الصحية خلال الجراحة كان عايز يبطل سجاير كان في افطار لانه كان صايم كان صايم كان في افطار في الماسع حضره رئيس الدولة رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية فبعد الافطار قالوله ان في البان بيمنع السجاير فلهم يعني النائب العام يدخل لبان رحمة الله علي رب ورحمة وسعه وعلى جميع الشهداء الحقيقة يعني والعالم المسلسل ده في رمضان كان سبب سبحان الله للكثير من الرحمات والكثير من الدعاء لشهداءنا جميعا يعني من الشرطة ومن الجيش ومن المدنيين ومن الجميع يعني فبشكر حضرتك شكرا جزيلا وزعاد الحمود يعني على هذا الابحار الفكري الشيق والممتع والأخبار الحقيقة اللي أنا بشكل شخصي أول مرة أسمعها الحقيقة يعني فبشكر حركة شكرا جزيلا كل عام وسهد تجمعين ونتبقى خير وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك وشكر موصول لحضراتكم بكرا إن شاء الله تأتيكم زملت العزيزة رهان إبراهيم تصبحها شكرا جزيلا اشتركوا في القناة